الثامنة صباحا بتوقيت القاهرة السادسة بتوقيت جرينتش موجزو الأخبار من التلفزيون المصري أهلا بكم تلقى الرئيس عبدالفتاح السيسي اتصالا هاتفيا من رئيس وزراء الكندية جوسن ترودو تناول الجهود التي تقوم بها مصر للتوصل إلى وقف فوري لإطلاق النار في قطاع غزة وتبادل المحتجزين وأوضحها المتحدث باسم رئاسة الجمهورية أما الاتصال تناول أيضا جهود مصر لإنفاذ المساعدة الإنسانية بكميات كبيرة وكافية لأهالي القطاع مشيرا إلى أن الرئيس السيسي حذر خلال الاتصال من خطورة التصعيد ومؤكدا أهمية العمل على وقف اتساع رقعة الصراع وأيضا ضرورة تفعيل مصارحا للدولتين بما يفضي لإقامة الدولة الفلسطينية المستقلة أكد الرئيس عبد الفتاح السيسي أن منباحثاته مع ناظره البرازيلية لولا دي سيلفا عكست حكم التوافق بين البلدين إزاء مختلف الملفات والقضايا وخلال مؤتمر صحفي مشترك بقصر التحادية أوضح الرئيس السيسي أنه تم الاتفاق على أهمية وقف إطلاق النار في غزة وإطلاق صراح المحتجزين وأيضا إدخال المساعدات الإنسانية إلى القطاع بأكبر قدر ممكن وقال الرئيس السيسي أنه تم الاتفاق على تطوير العلاقات الثنائية المختلفة بين البلدين مشيرا إلى أنه تم الاتفاق على تشكيل لجنة مشتركة رفعة المستوى لتنسيق التعاون الثنائي حققت مصر نجاحا جديدا يضاف لسيجيل نجحتها على الساحة الأفريقية بانتخابها عضوا بمجلس السلم والأمن الأفريقي من عام 2024 إلى عام 2026 وذكرت وزارة الخارجية في بيان أن مصر حصلت على 44 صوتا من إجمالي 46 صوتا للدول أعضاء الاتحاد الأفريقي ممن يحق لهم التصويت وذلك بعد ترشحها لعضوية المجلس عن أقلم دول الشمال ويعكس هذا التأييد الواسع ثقة الدول الأفريقية الشقيقة في قدرات مصر في هذا الملف الحيوي والتي برزت في العضويات المتعاقبة لمصر في مجلس السلم والأمن الأفريقي وآخرها خلال عامي 2020 إلى 2022 يتوجه وزير الخارجية سامح شكري إلى مدينة ميونخ الألمانية للمشاركة في الدورة الستين لمؤتمر ميونخ للأمن التي تنعقد خلال الفترة من 16 إلى 18 من فبراير الحالي ومن المقرر أن يعقد وزير الخارجية لقاءات أعلامية على همش المؤتمر لاستعراض الموقف المصري تجاه أهم التحديات التي تشهدها منطقة الشرق الأوسط وعلى رأسها الحرب الجارية في قطاع غزة هذا ويشارك في المؤتمر هذا العام عدد من الرؤساء ورؤساء الحكومات والوزراء وكبار المسؤولين من عدد كبير من الدول فضلا عن مشاركة عدد من رؤساء المنظمات الدولية وقادة الفكر وذلك لمناقشة الوضع الدولي الراهن وأبرز التحديات الأمنية والاستراتيجية والأزامات على الساحة الدولية طلبت إسرائيل من محكمة العدد الدولية رفض طلب جنوب أفريقيا إقرار تدابير طارئة إضافية بسبب اعتزام إسرائيل توسيع هجومها في غزة إلى مدينة رفح وقالت إسرائيل إن الإجراءات الطارئة التي صدرت قبل ثلاثة أسابيع تغطي بالفعل وضع الأعمال القتلية في غزة ككل ويجب على المحكمة رفض طلب جنوب أفريقيا وفي وقت سابق من الأسبوع طلبت جنوب أفريقيا من المحكمة إصدار إجراءات طارئة إضافية لحماية حقوق الفلسطينيين في رفح أعلنت وكالتنا بريطانية للأمن البحري عن وقوع انفجار قرب سفينة في البحر الأحمر قبل سواحل اليمن وأكدنا أن السفينة وأفراد طاقمها بخير وأفادت وكالة العمليات التجارية البحرية التابعة للمملكة المتحدة أن السفينة أبلغت عن وقوع انفجار على مسافة قريبة منها شرق عدن قالت وزارة العدل الأمريكية أنها فككت شبكة قرصنة إلكترونية للمخابرات الروسية وذكرت وكيلة وزير العدل الأمريكية ليزا مناكو أنه للمرة الثانية خلال شهرين تم منع قراصنا رقميين من تنفيذ هجمات إلكترونية تحت غطاء أجهزة اتصال بالإنترنت أمريكية هشة وقالت وزارة العدل أن عملية أجازها القضاء في يناير 2024 أوقفت نشاط شبكة تشمل المئات من أجهزة الراوتر بالمكاتب الصغيرة والمنازل تسيطر عليها المخابرات الروسية وتستخدمها لإخفاء مجموعة متنوعة من الجرائم وتنفيذها أحيانا رفض الكراملين تحذيرا من الولايات المتحدة بشأن قدرات نووية روسية جديدة في الفضاء وأصفت روسيا التحذير الأمريكي بأنه افتراء وخدع من البيت الأبيض تهدف إلى إقناع المشارعين الأمريكيين بالموافقة على تقصيص مزيد من الأموال لمواجهة موسكو ونقلت وقالت رويترز عن مصدر مطلع أن الولايات المتحدة قدمت للكونغرس ولحلفاء أوروبيين معلومات استخباراتية جديدة تتعلق بالقدرات النووية الروسية قالت إنها يمكن أن تشكل تهديدا دوليا مشاهدين انتهى من مجزء الثامنة ونعود لاستكمال باقي فقرات صباح الخير يا مصر بعد الفاصل